اعلن وزير الصناعة احمد زغدار عن منح ثلاثة اعتمادات نهائية لممارسة نرشاط وكلاء المركبات ويتعلق الامر بوكيل العلامة الايطالية لشركة سفياط الجزائر ووكيل علامة جاك الصينية لشركة امين اوتو ووكيل العلامة الالمانية اوبل لشركة حليل للتجارة والصناعة وكلنا كجزائريين اهم حاجة اللي تهمنا وهو السعر ملاحظة خوتنا الاسعار اللي تصمعون في هذا الفيديو ممكن تتغير لعدة عوامل ولكن ما غديش تكون بعيدة بزاف على الاسعار اللي غدي نشوفوها في جزائر ان شاء الله اذا درنا دورة خفيفة عند خوتنا المصريين بغينا نشوفوا اسعار السيارات عندهم خاصة العلامة اوبل الالمانية اللي ما عدنا عليها حتى فكرة القينا هذا الموديل ميني سيتادين اوبل كورسا سنت 2023 تأتي من الامام باضواء نهارية لد وكشفات ضباب امامية وبعض الفئات تأتي بفتحة سقف فانوراما مع مرايا جانبية سوداء كاروبائية تدعم الطي تعطي المرايا السوداء مع سقف فانوراما شكل تصميم متميز رياضي جدا اما عن تصميم السيارة الداخلي فهو ليس الاكثر عصرية لكنه مميز بشاشة وسطية بحجم 7 بوصات مع شاشة العددات الكبيرة بحجم 7 بوصات ايضا كما تأتي السيارة مع عجلة مقود متعددة الاستخدامات من الجلد بالكامل كما ان فرش السيارة الداخلي يأتي من الجلد السيارة تأتي بوسائل امان عديدة متميزة جدا في هذا الفئة من السعر حيث تأتي بكل انظمة الفرامل الاساسية مع نظام الثبات الالكتروني والثبات على المنحدرات ومستشعر قياس ضغط الاطارات والحفاظ على عدم الخروج من حركة مرورية وستة وسائد هوائية وحساسات ركن امامية وخلفية وعدة تجهيزات اخرى من قولهم شقاعبه من طولوش من وقت الفيديو أوبل كورسا مودال 2023 تأتي بمحرك سعة 1.2 لتر تيربو يعمل بالبنزين يولد قوة 130 حصان وميتين وثلاثين نيوتر متر من عزم الدوران متصل بناقل حركة اوتوماتيكي قدرت اسعار سيارات أوبل كورسا مودال 2022 بنحو 340 الف جنيه مصري اي ما يعادل 150 مليون سنتيم واسعار أوبل كورسا مودال 2023 كما هذه اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو السعر الاعلى فئة هو 490 الف جنيه مصري اي ما يعادل 216 مليون سنتيم بالدينار الجزائري مع احتساب كامل الرسوم خوتنا للمصداقية غد نخلي لكم المصدر في صندوق الوصف سلام